حتى الوديان لم تسلم من صواريخ العدوان السعودي الغاشم فما أن يكصفوا قرية يبشر في كصف أخرى هذه المرة كانت وجهتها العدوانية في ودي بقلان إذ كصفت الطائرة السعودية منازل مواطنين في قرية جيرين مخلفة خمسة جرحى وجميعهم من النساء والأطفال يعتدوا على المنازل وعلى الناس السكان الآمنين أذكرتهم من ميدانكم الشرعية ويدعموا شرعية في زوريا ويدعموها في اليمن ما شاء الله يعني أهل زعود هذا أحنا عرب ما احنا شاء الله احنا مسلمين ما احنا شاء الله كان أجربوا صواريخ فوق أسرائي ما يجربوا شوق المواطنين العزل هذه لا هانا معسكرات ولا هانا مواقع ولا هانا خنادق ولا هانا منشآت ولا هانا معهم شويب بيننا في الجبه ضربون رسائل الموت تبعثها الجارة السعودية لجيرانها اليمنيين بدلا من الوقوف معهم في إخراجهم من أزماتهم المتلاحكة منذ أربعة عوام تقوم بكصفهم لتزيد من معاناتهم التي يصنعون منها صمود وعزيمة وثبات وقت الشدائد غرضهم من هذا القسف والغرض من القسف هذا على المواطنين الساكنين للآمنين للعزل من الصلاح والغرض منه هو تفتيت أو تفكيك النسيج الاجتماعي هذا لا يهمنا شيء هذا لا يهمنا نحن أقوى تمسكا وأقوى وحدة وأقوى تلاحما الأطفال في هذا الوادي يصيبوا برعب وخوف فلم يكونوا يتوقعون أنهم سيقصفون في دورهم فهم من سيرقون للأجال المقبلة وحشية هذا العدوان من خلال جروحهم وتعد هذه المنطقة الثالثة التي تعرضت لكصف العدوان السعودية في مديرية بني مطر خلال أسبوع منذ بداية العدوان الذي بدأ في السادس والعشرين من مارس الماضي مختار الخطيب اليمن اليوم مديرية بني مطر صنعاء منذ أسبوعين